هذه مراجعة للمزراتي جران تيرزمو في البداية أنا أخوكم سلمان السعيد وعندنا اليوم مراجعة المزراتي جران تيرزمو الجديدة طبعا إذا جئنا نتكلم عن علامة مزراتي بشكل عام في البداية شركة مزراتي تأسست في عام 1914 وللي ما يدري إذا في أحد ما يدري فهي تعتبر علامة سيارات إيطالية السيارة لها تاريخ غريق جدا جدا خصوصا في عالم السبقات والسبورت كارز بشكل عام فالسيارة حققت نجاحات تاريخية في هذا المجال وبعد كذا صار لها تاريخ جدا طوير يعني 109 سنة صار فيها اتحادات كثيرة من ضمنها لما دخلت في جروب فيات صار بينها في فترات كثيرة تعاوم مع شركة فراري لما استخدمت جزء من محركات فراري على بعض سياراتها واليوم إذا جينا نتكلم على القران ترزمو واحدة من أشهر سيارات مزراتي واحدة من أكثر سيارات مزراتي اللي كانت مطلوبة في عام 2008 أول إطلاق كان للسيارة طبعا في 2008 السيارة كان تصميمها ثوري و جدا جميل مقارنة بكل شيء كان موجود في وقتها في السوق والسيارة حققت نجاحات صراحة جدا كبيرة أو خلنا نقول حققت انتشار جدا كبير في ذاك الموديل فكنا نشوفها كثير في الشارع ناس كثير كنت أعرفهم كانوا يشوفون هذه السيارة بالنسبة لهم كانت سيارة الأحلام إذا جينا سواء من ناحية التصميم أو صوت السيارة في ذاك الموديل كان خيالي جدا زي ما قلت لأن المحرك أصلا كان عليها ثمانية سلندر مستمد من فراري ومزراتي كشركة يعني أصوات سياراتها من أجمل أجمل أصوات السيارات اللي ممكن تسمعها على كل سياراتها أي سيارة المزراتي خصوصا اللي كانت يجي في حقبة ثمانية سلندر بس شغل مقطع صوت واستمتع بأصوات سياراتها طبعا القران تيرزمو بدت في عام 2008 وامتدت إلى عام 2019 11 سنة مزراتي حلبت هذه السيارة طبعا ما يحتاج أقول لكم في آخر كم سنة من عمر السيارة واجهت مشاكل جدا كبير في المبيعات بسبب أن السيارة صارت قديمة شوي وأغلب اللي في السوق سواء كان أقوى كان أجدد خصوصا دجينة للديكورات الداخلية ما كانت مزراتي في ذاك الوقت من الأفضل من الأفخم أكيد كانوا يستخدمون أرقى أنواع الجلود يعني إيطاليين ما كانوا يسترخصون في هذه النقطة لكن كان فيها بلاستيك كثير كانت الشاشات من بعد الألفين وعشر وطالع كانت موضة الشاشات الشاشات اللي في مزراتي ما كانت الأفضل الشاشات من ناحية لا من ناحية الصفاوات ومن ناحية الجودة فكان ينقص السيارة بعض النقاط وكان فيه واحدة من أكبر صراحة إذا كنا راح نكون صريحين المشاكل اللي واجهت السيارة كان موضوع الاعتمادية فمحرك فراري خخة سيارة إيطالية هذه خلطة يعني تقول لك بس أن الصيانة ستكون مكلفة ومتعبة شوي فما كانت صيانة السيارة سهلة بالرغم مرة ثانية من جمالية السيارة إلينا اليوم لما تشوف السيارة حتى بالموديل القديم تمشي في الشارع تلفت الانتباه ما علينا السيارة انسحبت في 2019 قادة ثلاثة أربع سنين ما هي موجودة في السوق حتى وقعنا أنه مزراتي كنسرتها لكن فجأة قلونا نحن نراجعين طبعا قبل لا يرجعون بالقران تيريزما أو شهيدة الشانول الامسي توينتي اللي هي تعتبر سيارة السوبر كار المد انجن ليس أتكلم عن الامسي توينتي لأن المحرك اللي موجود هناك هو نفس المحرك اللي موجود على هذه السيارة وراح نجيله شوي بعدها أطلقوا القران تيريزمو في 2023 كان أول موديل للسيارة لو لاحظ تصميم السيارة بشكل عام ما تغير كثير على الموديل القديم ممكن تشوف هذه نقطة سلبية وممكن تشوفها نقطة إيجابية أنا أشوفها نقطة يعني ما أشوفها سلبية أنا أشوفها نقطة إيجابية لأن السيارة القديمة كان لها إرث وكان تصميمها جدا جميل تم تحسين التصميم تم تحديثها شوي بحيث أنه يناسب 2023-2024 حدث الموديل لكن في نفس الوقت حافظوا على الطابع القديم حقا فالسيارة صاير تصميمها جدا جدا جميل أنا عاجبني تصميم السيارة ممكن ما تكون أجمع سيارة في فئتها لكن بشكل عام تصميم السيارة ملفت للانتباه شخصيا طبعا هذا موضوع دوقي 100% لكن شخصيا يمكن ما أفضل هذا اللون عليها ما أحسنها شوي ظالمها لكن مثلا في الوكالة موقفين واحدة باللون الأبيض طبعا فئة التروفيو شكل السيارة باللون الأبيض جدا رائع وفيه ألوان كثير للسيارة أعتقد من ضمنها اللون الأزرق اللون الأصفر أكيد اللون الأبيض وفيه لون فضي لها مجموعة ألوان تقدر تختار اللون اللي ناسبك لكن بس حبيت أقول نقطة أنه اللون الأبيض على السيارة ساحر جدا تمنيت لون النسخة اللي معي كانت باللون الأبيض ما علينا فارجعت السيارة في عام 2023 مزراتي راح تطلقها بثلاث فئات فئتين راح تكون فئة المحرك البنزين وفئة راح تكون كهربائية الفئة الكهربائية إلى دشنوها أو إلى وقت تصوير هذا الفيديو ما دشنوها بشكل رسمي أو ما انزلت أو ما أتيحت للبيع هم أعلنوا عنها لكن ما بعد أتيحت للبيع النسخة الكهربائية هي راح تكون النسخة الأقوى راح تجيب ثلاث محركات كهربائية طبعا مع البطاريات قوتها في حدود 750 أحصان إذا ماني غلطان حتى اسمها غريب فلوغيو فورغيو شيء كذا يعني آه أوكي اسمها فلوغوري اسم بالإيطالي السيارة هذي كذي ما قلت راح تجيب حدود 761 أحصان تسارع السيارة الكهربائية راح يكون في 2.7 ثانية وهي تعتبر أسرع سيارة من ضمن سيارات غران تلزمو ولكن إذا خلينا موضوع الكهرباء على الجنب دعونا نركز أكثر على السيارة اللي مانا اليوم للمعلومية بس كرأي على السريع قبل أن نرجع للبنزين أعتقد والله أعلم أن السيارة الكهربائية لو انزنت أنا شخصيا راح أفضل أن أخذ محرك الستة سندر الموجود هنا لكن للي يبغى كهرباء أعتقد أن هذه الخلطة ستكون جدا رهيبة وممكن تحقق انتشار خصوصا أن قوتها ممتازة نرجع مرة ثانية فئتين البنزين الموجودة الفئة الأولى زي اللي معنا اللي هي اسمها مودينة طبعا مودينة هي مدينة في إيطاليا وهي اللي فيها مقر مزراتي والفئة الثانية اسمها تروفيو وهي الفئة الرياضية كلهم يجون بنفس المحرك إذا جينا للمحرك بدر الثماني سندر لكامن فراري صار محرك ستة سندر ثلاثة لتر تيربو يولد قوة تقريبا في هذه السيارة 480 أحصان الفئة اللي معي فيئة المودينة فيئة التروفيو وتقريبا في حدود 540 أحصان إذا جينا نتكلم عن محرك دائما مزراتي عودتنا أن تستخدم محركة أنه البلوك حق هذا المحرك من فراري ولكن باقي المحرك من مزراتي لا تأخذون كلامي 100% لكن كلام الرسمي من مزراتي أن المحرك هذا بالكامل من تطويرهم هذا المحرك إذا جينا له يعني لما قعدت أبحث عن المحرك وقدرات المحرك المحرك من ناحية الأداء فزي ما قلت لكم قوته أداء جدا جميل تسارع السيارات اللي عليها المحرك يعني المودينة تسارعها تقريبا في 3.9 ثانية والتروفيو اللي تجي بأحصنة أعلى تقريبا تسارعها في 3.5 ثانية لكن إذا جينا نتكلم مرة ثانية عن هذا المحرك لما بحثت عنه التقنيات الموجودة في هذا المحرك تقنيات جدا رهيبة التقنيات المستخدمة في تقنيات مأخوذة أو مستلهمة من سيارات الفورميلا ون أغلب أنا من ميكانيك أنا تخصصي مراجعة سيارات وأفهم في مراجعة السيارات أكثر من التفاصيل الميكانيكية لكن لما شفت بعض المراجعات للمحرك مع بعض الميكانيكيين يمدحون المحرك جدا من ناحية التقنية والتكنولوجيا اللي موجودة فيه وللأمانة رغم أننا فقدنا هدير محرك الثماني سندر الخاص من مزاراتي لكن ما زال صوت المحرك الثماني سندر عليها برضو جدا جدا جميل و تعالوا نسمع قبل لنكمل مراجعتنا طبعا زي ما سمعته صوت المحرك رهيب ووحدة من الأشياء اللي فيه لما تكون داعت للسيارة على الأب شفت لما يوصل لدورة الاربي ام 6400 تقريبا وتعشق تسمع صوت ما هو باك فير لكن زي ما نقول الكراكلز أو البوبكورن يطلع على الأب شفت مو الدون شفت طبعا في الدون شفت موجود لكن الصوت ما هو واضح طبعا اعتقد زي هالسيارة لو تركب عليها اكزوز الصوت رح يكون مجرم حتى لو كان على محرك ستة سلندر أجمل وأحلى أصوات ستة سلندر اللي أنا قد سمعتها خلونا نتكلم الآن عن بعض الشغلات في التصميم صراحة تصميم السيارة من قدام زي ما قلت يعني قريب شوي من الموديل الكلاسيكي لكن أنا كلما حط السيارة وأتفرج على زواياها زوايا الكبوت في السيارة خيالية رائعة جدا الانتفاخات الموجودة عندك هنا الفتحات الموجودة على أساس فتحات التهوية الموجودة قدام معطي منظر جدا جميل وحتى وانتراكب في السيارة الانتفاخات الموجودة في الجهتين هذه جدا واضحة طبعا على حسب طولك وعلى حسب تضبيطك الكرسي لكن واضحة وتعطي منظر شرس للسيارة تحس انك راكب كذا شي جميل جدا أبدع فيها الإيطاليين صراحة لدينا التصميم يعني مبدعين وحتى واحدة من الأشياء على شام ما يخربون منظر خط الكبوت مو جاي قدام لا مخلينا ينزل إلينا الرفارف ينزل على الجوانب فإضافة الحركة لكي يقللون خطوط قد ما يقدرون ينفطون على جمالية المنظر طيب إذا جئنا لتصميم السيارة الجانبي أول شي عندنا مقاسين للجنوط مهوا هذا عندنا مقاس 20 إنش للجنط الأمامي ومقاس 21 إنش للجنط الخلفي طبعا الفكرة من اختلاف المقاسات أول راحة القيادة أعتقد على الوزن بالإضافة إلى أن المحرك راجع جدا جدا ورا فأكيد شفتم من لقطة الفيديو فالمحرك راجع ورا تحس إنه أقرب من أنه محرك وسطي لأنه محرك عادي لكن هذه نقطة نرجع مرة ثانية جنط 20 إنش 21 إنش بالإضافة إلى وجود اللمسات الكلاسيكية طبعا لمسة ثلاث فتحات هذه لمسة قديمة جدا في أغلب سيارات منزرات لا تلقي سيارات منزرات إلا هذه ثلاث فتحات مع كتابة مودناء التي هي فئة السيارة بالإضافة إلى وجود طبعا على فكرة السيارة فيها كاميرات 360 درجة فيها حساسات أمامية وحساسات خلفية ورادارات وتنبي خروج المسار وحفاظ المسار مع العلم إذا جئنا هذه النقطة حاولت تشغيلها لكن مع الأسف لم يستغلت معي لكن الفكرة ممكن عيب في هذه السيارة تحتاج عادة برمجة أو شي لكن الفكرة أن كل التقنيات التي توجد فيها موجودة في السيارة وحتى جودة الكاميرات استخدموا كاميرات جميلة مو الأفضل لكن ممتازة جدا وعجبتني زوايا الكاميرات الأمامية والخلفية تعلمك بالضبط وإن توقف قبل لا تحك وجهة السيارة خصوصا أنها نازلة كثير إذا جئنا نظام التعليق في السيارة فنظام هدريليك تقدر ترفع السيارة تقدر تنزلها على حسب وضعية القيادة أصلا بعد ما تمشي 120 السيارة من نفسها ستنزل عشان تعطيك أفضل انسيابية ممكنة عشان طبعا هذه السيارة المفروض ستوصل إلى سرعة 302 كيلو التروفيو التي أقو منها ستوصل إلى 320 كيلو يعني إذا لم تكفي 302 اخذ التروفيو عشان توصل 320 إذا جينا طبعا التصميم السيارة الجانبي عندنا برضو علامة مزاراتي على سي فلر لمسة جدا كلاسيكية وتصميم السيارة جميل الانتفاخ الموجود هنا يعني كذا باختصار سيكسي صراحة رهيب وجميل جدا وخصوصا إنه واضح جدا في المراية الجانبية يعني المراية ونت تتفرج فيها أصلا تشوف هذا الانتفاخ يعطي منظر رهيب داخل السيارة إذا جينا مثلا طريقة تفتح الأبواب أول شي معاي السوار الخاصة من المزراتي هذه تعتبر مثل كيلس انتري عبارة عن سوار تقدر تلبسها تفتح السيارة تقفل السيارة تشغل السيارة كلها عن طريق السوارة الموجودة هذه فتقدر تلبسها إذا لم تحب تشين معك مفتاح لكن إذا حب تشين معك مفتاح دعونا أوريكم تصاميم مفاتيح مزراتي الجديدة فهذا تصميم مفتاح السيارة عندي كلامة مزراتي وفي الجهة الثانية قفل الأبواب فتح الباب ضغط هنا فتح الشنطة وهذه فتح الإنارة فهذا هو تصميم مفتاح مزراتي الجديد القديم كان واحد من أثقل مفاتيح السيارات لكن تغير لهذا طبعا من الأشياء المميزة فيه أن يغطي الجلد تصميم السيارة من السيارة بإنارات LED وكما قلت حساسات خلفية وكاميرا خلفية لكن النقطة التي أريد أن يجب موضوع ضغط باب الشنطة السيارة كهربائية لكن الجميل فيها حجم الشنطة السيارة تقريبا في حدود 240 إلى 260 لتر يعتبر حجم شنطة جميل الشنطة كاملة مغطية بمادة لا تحفظ على فخامتها وفي نفس الوقت تقلل من الأصوات داخل الشنطة لا تأخذ أغراض كثير أو فتحتها لا تعتبر كبيرة لكن عميقة فمرة ثانية نقطة جميلة في صالح السيارة وهذه ميزة في سيارات GT بشكل عام من أهم سيارات GT التي أفكر فيها الآن لدينا Bentley Continental GT لدينا سيارات Austin Martin DB12 ودينا 9-11 مع أن 9-11 صايرة بين الثنتين صايرة بين GT وبين سيارة Supercar فخجم الشنطة في فئة السيارة هذه تعتبر رائعة جدا طبعا ومن أهم الأشياء من ناحية التصميم الخلفي فتحات الاكزوز تمنيت لو معطينا فتحات الاكزوز شكلها شرس أكثر يعني أربع فتحات الاكزوز و جاي كروم تصميمها جميل سمعت صوت الجلود جدا رهيب وهذا شيء يكفي حسنا إذا جئنا لداخرية السيارة فأول شيء ستكلم عن رائعة الجلود في السيارة أول ما تركب رهيبة جدا ما شاء الله يعني تشعر رائعة الجلد تأتيك مع أن السيارة هذه 4500 ما زالت تحطر أنها جديدة لكن رائعة الجلود تشعر أول مرة ينفتح ما بالسيارة كل مرة تفتح ما بالسيارة تشعر أنها أول مرة تفتح ما بالسيارة رائعة جلد جدا قوية ورهيبة نوعية الجلود المستخدمة ناعمة جميلة جدا تحسس بإحساس الفخامة الخاصة بالسيارات الإيطالية أو الجلود التي تستخدمها السيارات الإيطالية وحتى إذا جئنا لتصميم المقاعد رهيب يمكن الألوان هذه اللون الرمادي واللون البني الداخلي يمكن مو أحلى بالنسبة لي أعتقد مثلا لو كان الجلد هنا في وايت أو شفت أنا باللون الأحمر صراحة الألوان حق الجلود جدا رهيبة لكن هذا اللون التوفي أو الجملي مو أجمل لون عليها أو درجة الجملي اللي عليها لكن بغض النظر عندنا علامات مزراتي الشفتر حجمها جدا رهيب جاي من الألمنيوم تعطيك فخامة وحتى تجد تسوق السيارة طول الوقت بنظام المانوال فتعشق بنفسك وهذا يضيف طابع متعة القيادة في السيارة من ناحية التصميم صراحة أبدع جدا وزي ما قلت لما كنت تكلم نقلة نوعية عن داخلية السابقة هذه صورة الداخلية سابقة فرق جدا جدا كبير نقلة نوعية الجلود والتصميم اللي جاي على الباب طبعا الباب تقدر تفتح بضغط زر واحد حركة مو جديدة لكنها برضو حركة حلوة موجودة في السيارة وأكيد على الطول موجود عندك مسكل الباب هذا في حالة نتعطل الزر هذا أو شي تكتر تفتح من هناك على الطول وفي هذه الفئة جاي عندنا التخشيب في السيارة وحتى ملمس الخشف تحس بعروق الخشف فيها فتحطيك شعور صراحة فخم جدا جميل في فئة التروفية تأتيك بنسخة الكاربون فايبر الكاربون فايبر اللي فيها يجي بنوعين يجي إما بالنوع المطفي وهذا اللي أنا شفته وفي نوع شفته في فيديوهات لكي ما قدفت الجودة اللي فيه حتى ما نعرف حتى أقضى اسم يعني يعني اسم أعتقد سونس في بر بصور لكم بصراحة من متأكد أعتقد أن قلت اسم النظام الصوتي فرط لكن بشكل عام جودة النظام الصوتي في السيارة جميلة لكن نقطتي إذا بحط ملاحظة أول شي اللي يحبون البيس العالي النظام مو على بيس الشي الثاني اللي يحب يرفع الصوت أصلا كثير نظام الصوت يحتاد أنه تمنيت بس لو يكون تقدر ترفع الصوت أكثر من كذا لكن جينا من ناحية صفاوة النظام الصوتي إلى صفاوة النظام الصوتي رائعة جدا في السيارة إذا جينا التصميم الدروكسون فالتصميم الدروكسون مليان أزرار الجهة اليمين وعندك كلها تحكم بالشاشة اللي قدامك وفي الجهة يسار عندك التحكم مثبت السرعة والرادار وعندك فرارين فرار أو تصميم فرار بس لشان فكرة التصميم يجي متناسق اللي هو زر تشغيل السيارة والجهة اليمين الخاص بنظام التعليق الخاص بالسيارة وبالإضافة أنك تقدر من سيارات أو مقروفيات العملاق اللي فيه سيارات كثير من ضمنها طبعا توتش وكرايزلر فنفس النظام هناك موجود أزرار خلف الدراكسون تعليقي الوحيد الأزرار هذه جهة من البلاستيك ملمسها حتى يعني ما يضيف لك طابع فخامة فستمنيت إما أنه كان نفس ملمس الأزرار اللي قدام أو على الأقل حطوا مثلا من الألمنيوم أو شيء سيضيف كثير من طابع الفخامة ما عندي مشكلة للتحكم جاي من ورا وأنه مستمد من سيارات كرايزلر ودوج لكن في نفس الوقت بس تمنيت أنه يكون عفخام شوي رقو شوي عندنا في النص الساعة الخاصة بمزاراتي طبعا مزاراتي كل سيارات السابقة كانت تجي ساعة عادية من مزاراتي لكن الآن صارت ترونية عبارة عن شاشة تقدر تحط فيها أي تصميم تبين أن تخليها ساعة تقدر تخليها بوصرة تقدر تخليها جيميتر أو جيفورس اللي هو سلف تعلم سيارة قديش فيه جيز قاعد تسحب اللي يحبون السباقات يفهمون أكثر في هذا الموضوع وصراحة جميل هذا الإضافة ففيها تصاميم جدا كثير تقدر تتحكم فيها نقطة جدا رهيبة برضو من ضمن الأشياء عندك شاشة عملاقة للأمانة تدعم نظام الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو وهذا أهم شيء وتدعبهم عن طريق السلك أو حتى ويرلس لو بغير لكن نتحدث عن نظام الشاشة بشكل عام اللي يستخدم شاشات جيب الفترة الأخيرة بالذات الجراند شروكي وغيرها من سيارات تيب نفس السيستم بالضبط سأضعه هنا سيستم واحد لكن مع فرق أنه كتابة مزراتي عندنا على طول تحت الشاشة أزرار خاصة بالغير جاية تقريبا تصميم البيانو أو مفاتيح البيانو حلوة لكن في نفس الوقت الضغط عليها تحس تضغط خفيف يعشق وضغط طويل أو أقوى لكي يعشق يمكن كتصميم أو كفكرة جيدة لا سيتنهاء أحلى شيء أو على الأقل تمنيت لو على الأقل مثلا إذا تركب السيارة في البي ممكن مثلا لما تضغط الزائد يحول السيارة لدي مباشرة تترك المرة أن تضغط في النصف فالشفترز هذه وظيفتها الوحيدة بس أنها لما تضع الوظيفة متعشق غير كذا فائدة تمنيت أن تسحبهم مع بعض مثل سيارات فرار يدخل السيارة في النصف يعني إضيف لها طابع رياضي وأسهل منك الضغط حيث دائما يدك تكون الدركسون لكن ما هي موجودة بس هذا اقتراح إن شاء الله المدارات الجاي سوانها على الطول الشاشة الثانية إضافية هي شاشة التكييف شاشة التكييف صراحة جميلة وفيها اختصارات رهيبة مثلا لما تجي ترفع التكييف مجرد ما تمنر رصبع يرتفع معك المراوح لما تنقص أو تسحب الجهة الثانية ينقص المراوح ونفس الشي لدرجة الحرارة ترفع رصبك على فوق يزيد ها ينقص ويجب تضغط الضبط تتحكم بالمراوح من فوق التحت ومن تحت الفوق تتحكم درجة الحرارة حركة جميلة بالإضافة لأن هذه الشاشة فيها بعض الاختصارات الثانية كما قلنا التحكم بالساعة فيها التحكم بالإنارات الخارجية للسيارة تقدر تحطيها على وضعية الأوتو أو أي وضعية أنت بها بالإضافة لأنها تقدر تفتح لك الدرج الوسط في السيارة وبعض الاختصارات الثانية مثل التحكم بمانع الانزلاق في السيارة في بعض الأشياء مع التكيف شاشة تحس مختصة أكثر في التكيف لكن تضعي معها شغلة ثانية تحت هذه الشاشة عندنا شاحن لاسلكي وعندنا تحت ها على طول قطع من الخشب أكيد في درج مساحة تخسين في النص ما هي عميقة لكن الأكواب نقطة الوحيدة على حوام الأكواب الموجودة هنا إنها شوي صغيرة تخيل موية نوفا ومريال تحاول تدخلها بالكامل لا تصل لآخر شيء لازم تضغطها شوي فشوي صغيرة يعني المكن اللي تتعودين على كبتشين وكلاسات صغيرة لكن هذه النقطة لا تشير كثير مثلا مثل هذه هذه مستحيل حتى في الدرجة تصميمها جميل ناعمة لم تتكد عليها وفيها مساحة تقسيم على الأسف نفس الشيء ما هي عميقة لو تلاحظم في علامة مزراتي وعليها كذا زي الألامات هذه في حال بطارية مفتاح كانت ضعيفة تضغط فرامل وتشغل السيارة فهيقدر يتحسس مباشرة من هنا إذا كانت البطارية ضعيفة عندنا فتحة USB-C ومخرج 12V وطبعا على السريع هناك مقعدين خلفية لكن مساحتها جدا ضيقة ممكن تأخذك راكب كبير فيها لكنها سيكون متعب ومسافة قصيرة لكن مميز فيها نافيها ISOFIX ومكا لو كان معك تقدر ثبت كرسي ورا ويكون راكب معك ورا في ثنين حوام الأكواب وفتحة USB-C بالإضافة لأنه في درج في النص تقدر تسحبها ويصير عندك فتحة ونفق للشنطة فلو كان في أغراض وحب تسحبها من الشنطة تقدر تسحبها عن طريق هذا الشيء وترجع تقفلها الآن خلونا من هذا الكلام الكثير خلونا نطلع على الشارع نسوق السيارة نسمع صوتها ونتكلم أكثر عن قيادة السيارة وشعور قيادة السيارة على الطريق طيب إذا جينا نتكلم عن قيادة السيارة فأول شي راح تكلم عن يعني زي ما قلت وانت راكب في السيارة الزوايا اللي انت شوف ها صراحة جدا رهيبة انتفاخات السيارة يمكن هذا شيء يأثر شوي على كيف رؤيتك خارج السيارة يمكن رؤيتك خارج السيارة ما هو أفضل شيء بسببت هذا خصوصا سيارة سبور ونازل شوي فيها لكن في نفس الوقت صراحة شعور رهيب جدا لما تشوف الانتفاخات سواء من ورها أو مقدام لأبدع مزراتي بهذا السيارة من ناحية التصميم والدلوس داخل السيارة حتى من ناحية مثلا إذا جينا نتكلم عن راحة المقاعد فما تعتبر مقاعد مريحة تعتبر شوي قاسية لكن لم أشتكت منها سكتها ساعات شوي طويلة لكن لم أشتكت من السيارة فهذه صراحة نقطة إيجابية من ناحية المقاعد استجابة الدركسون جميل خصوصا لما يكون على وضعية مثلا السبور لكن في نفس الوقت لا تتخيل من السيارة أداء سوبر كار لا دركسون من ناحية استجابته تحس شوي فيه بطء مقارنة بالسيارات العادية الدركسون هنا يعتبر ممتاز لكن مقارنة بالسيارات في فئتها مثلا مثل البنتلي لا حسيت البنتلي يسمونها بطيع شوي في الاستجابة رائق أكثر على البنتلي هنا أفضل شوي من البنتلي لكن في نفس الوقت لا يتقارن مع أوستو مارسن DB12 لا يتقارن مع طبعا البورشن 911 الدركسون فيها خيالي لكن في نفس الوقت أغلب الناس الذين يشترون زيها سيكون قيادة رياضية بحتة حلبات ومحلبات وقتها يكون الدركسون ممتاز جدا في القيادة العادية إذا لم تدخل سيارة حلبات لا يفرق معك كثير فالدركسون تعتبر استجابتها جميلة حتى ممسك الدركسون والثيكنس أو العرض الدركسون يعتبر صراحة مريح 6 سلندر فاستجابت المكينة وتجاوبها وصوتها دهائي من طالع يعني نحط السيارة لوضعية الكمفورت لا يزال المكينة لها صوت ميزة النظام المريح في السيارة أنه يفرق كثير يعني في فئة الجي تي سيارة كنت أحس فيها قساءة كثير لما حطتها لوضعية الكمفورت جزء كبير من قساءة الشارع شالتها باقي ما هي بساط سحري تعتبر السيارة شوي قاسية اللي متعودة على سيارات مريحة وسيارات فاخر وسيارات أكبر ما زالت البنت لي مثلا أكثر راحة لكن فرق بين وضعية الكمفورت ووضعية الجي تي ووضعية السبورت هي تجي بس ثلاث وضعيات لو الحين حولتها مثلا على وضعية السبورت الجي تي جاي خديط بين الكمفورت الوضعية الجي تي تحس فيها مثلا بس لأن أعطيتها داعسة إسلجابها تكون أفضل من وضعية الكمفورت في السبورت لا القير تحسنها حاشر أغلب الوقت الحين حطتها الوضعية السبورت صوت الإكزوز يصير أعلى صوت المكينو هو داخل السيارة صوت الإكزوز يعني زي ما تلاحظون صراحة جميل جدا وممتع فكلها تضيف يعني المتعة الطابع القيادة في السيارة إذا جينا العزل السيارة ففيها نقطة بصراحة معجبتني فيه تنسيم بسيط في هذا الجزء هنا في الأي بيلر ما أدري ممنوعين لكن زي صوت التنسيم خفيف حسيت شوي مزعج ما أدري هل هو بس في هذا السيارة أو كل فئات القران ترزمو ستجيب هذا التنسيم وما يبين ما أكل على سرات 120 من ناحية ثبات السيارة فما شاء الله تبارك الله سيارة ثباتها جدا رائع لدرجة أنه طرق السريعة مثبت سرعة على 120 سيارات يعني حسني مهدي جدا يعني إذا جينا مثلا ماشي 140 أو شي تمر من جنبك تحسنك مهدي مرة يعني رائقة جدا وداخل السيارة وتحكمك بالسيارة على سرعات تعالية ما تحسسك بالخوف إذا جينا مثلا من ناحية سرعة السيارة يعني نقطة بس حاب أقولها طبعا هذه ما قلنا في المودنة ما هي الفيئة الأعلى السيارة من الصفر إلى المئة وثمانين أداء السيارة ممتاز وتوصل إلى هذه السرعات بشكل رهيب جدا بعد المئة وثمانين في المودنة تلاحظ أنه شوي تهدي السيارة يبطأ تسارعها يبطأ وضعها تأخذ وقت مثلا من المئة وثمانين للمئتين للمئتين وعشرين شوي تأخذ الهوقت أعتقد في التروفية ستكون السيارة أقوى وأسرع لكن هذه كملاحظة إذا جينا نتكلم عن سرعة تعشيق القير خلونا نحط على المني والمثلا ما شاء الله الأب شفت في السيارة تحس شوي فيها بطأ يعني مثلا أي تتلع فيها شوي بطأ وليس بنفس السرعة في الأب شفت فهذه مثلا النقطة برضو اللي حاب يتكلم عنها أو يحاب يجرب السيارة سبور يحط ها في بالها في واحدة من النقاط الحلوة في السيارة أنه لما تمشي في السيارة أنا لاحط ها بعد المئة الأفضل أو وضعية الانسيابية الأفضل فهذا الشيء مثلا فهذه من الأشياء اللي لاحظة في السيارة الحين لو خلينا سيارة زي ما قلت في الثاني كذا راح عشق عادي تعشيق صراحة جدا سريع لكن داون شفته اللي ياخذ وقته فبصراحة يعني أنا كان لي تجربة من قبل للبنت التي كنت نلت للجي تي ممكن تحصونها في القناة صراحة من تجارك شوية قديمة لكن عندي تجربة لهذه السيارة وعندي تجربة بعض السيارة التي فعتها لكن لم هي مصورة الأمانة تجربة السيارة هنا صراحة حلوة جدا متعة القيادة في السيارة رائعة طبعا ما شاء الله مع المطبات متعة القيادة في السيارة صراحة حلوة تختلف على حسب التوجه هناك نقطة في السيارة لا هي زيادة قوة خطاء وضيئة الأوتو لا هي زيادة قوة لكن لاحظت أن عندما تسارع من 0% في السيارة الكفرات يصليع السيارة ليس أفضل كفرات تحطين كفرات كدير كفر رياضي تمنيت خاصة الأداء رياضي تمنيت أن يكون بريلي أو كفرات أفضل بكثير من ناحية الرياضية وفي السيارات لكن بغض نظرهم يوجد كفرات كدير أعتقد شوي الكفر المسح فيه تدارب كثير جاء على السيارة عادي لكن لاحظت أن التسارع لما تدعس فيها بالرغم أنها دفع ربائي أن السيارة تتعف معك سواء من صفر سواء ومثلا وانت طالع على لف معين وتعطي هدى عساب الكامل حتى ومثبت السرعة حتى ومانع الانزراق شنخال سيارة تحس فيها زحفة جميلة لكن هذا الشيء لم أحظ في البنتلي كان فيها التماسك أفضل النقطة التي أحس أن المزارات تتفوق فيها على البنتلي من ناحية الأداء الرياضي أكثر أن السيارة لا تحس بالوزن في المنعطفات لا تحس في البنتلي لا فيها ثقل تحس بثقل وانتلاف مو معناها أن السيارة مو ماسكة لكن وزنها ثقيل هنا في المزارات تحس أن السيارة رشيقة أكثر إذا صح التعبير لكن في النهاية السيارتين مهم مخصص صحابات مثلا إذا تبغى شيء رياضي أكثر وتقريبا في سعر مقارب جدا تقدر تأخذ من المزارات المسي إذا تحب تأخذ سيارة GT تذهب إلى الدوام سيارة تصميمها جميل كلاسيكي سيارة سيارة مكينة وسطية ووضع شوي مختلف حتى من ناحية القساوة سيارة لكن في نفس الوقت سيارة رشاقة وقتها MC20 سيارة أفضل أطول عليكم أكثر من كذا أتمنى مراجعتنا للمزارات Gran Turismo نهلة لأعجابكم لا تنسونا بدعمكم لايك سبسكرايب شرر الفيديو وكتبوا لنا وش السيارات اللي حاب نجربها ونقطة أخيرة اكتبوا لي في الكومنت وش تعرفون عن شركة مزاراتي وش رأيكم في الشركة هذه بشكل عام هل تلاحظون يعني يعني أبغاس ما رأيكم عن هذه السيارة وزي ما قلت نشوفكم في الفيديوات رجائية